بسم الله والحمد لله إلى كل التونسيين وإلى كل التونسيات انعقد منذ قليل مجلس الأمن القومي وهو المجلس الثاني الذي ينعقد للنظر في هذا الفيروس الذي انتشر في كل أنحاء العالم أود أن أتوجه إليكم أولا لو أهنئكم بعيد الاستقلال تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونحتفل بذكر الاستقلال ونعمل دائما على أن يكون الاستقلال استقلالا كاملا وحقيقيا وسنحتفل به في قادم السنوات إن شاء الله بنفس الفخر وبتذكر كل من ضحى من أجل عزة تونس واستقلال شعبها أتوجه إليكم في هذا اليوم أولا لتهنئتكم بهذا العيد وثانيا لأقول لكم أنه ليس هناك أي داع على الإطلاق للفزع أو للهلع فهناك جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها وسيتم تفصيلها من قبل الحكومة بعد ساعات قليلة هذه الإجراءات هي لتأمينكم من كل خوف ومن كل جوع نحن نخوذ مع البشرية كلها وليس في تونس فحسب حربا ضد هذه الجائحة أو ضد هذا الوباء وتأكدوا أيها التونسيون أيها التونسيات في كل مكان أننا سننتصر بوعيكم وبإرادتكم وبعدم الانتباه إلى من يريد أن يبث الفزع والخوف فيكم ولا تصغوا في هذا المجال إلا لذوي الإختصاص الحقيقيين الصادقين تم اتخاذ جملة من الإجراءات وهي عادية في مثل هذه الظروف لتأمينكم من بين هذه الإجراءات الحجر الصحي خارجه بطبيعة الحال فترة حذر الجولان ولكن لا تأي يعني الحجر الصحي حذر الجولان حجر يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم فلا يغادرون بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى من بين الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق حولها في مجلس الأمن القومي المنعقد منذ قليل هو منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية بطبيعة الحال قد تقتضي الظروف أن يتنقل شخص من مدينة إلى أخرى لأي سبب من الأسباب ولكن يجب أن يكون السبب مشروعا لتطمئن أيضا أن الدولة بكل أجهزتها ستؤمن المرافق الحياتية الضرورية من أمن وصحة وغذاء وهذه المرافق ستستمر وبالمناسبة أتوجه بالشكر الجزيل لكل من يعمل في هذه المرافق من إطارا طبي وشبي طبي ومن إداريين ومن طيارين ومن العمل في المطارات إلى كل القطاعات التي ستؤمن لكم هذه المرافق العمومية أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى قواتنا المسلحة العسكرية وإلى قواتنا الأمنية على ما تبذله من جهود حتى يشعر المواطن أنه آمن في كل وقت وفي كل مكان من بين الإجراءات وهي طبيعية مد كل السكان بالمواد الغذائية ستبقى المحلات التجارية الصغر مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى وسيتم تزويدها بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية وغيرها اقتضت الظروف تجنبا للإجتماعات وهذا إجراء آخر غلق المناطق الصناعية الكبرى ليس كل المناطق ولكن حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين ومن الموظفين إجراء آخر وصار معهودا هذه الأيام يتعلق بالحج السحي لعدد من الأشخاص وسيتم تأمين عدد من المناطق للحج وعدد من المحلات علما وأن عددا من المواطنين من أصحاب النزل أو من أصحاب الفضاءات الكبرى تطوعوا بأنفسهم لتوفير هذه الفضاءات أتوجه هنا إلى هؤلاء بالشكر وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكل المواطنين في تونس وخارج تونس للمد غير المسبوق في جمع المواد الغذائية وفي جمع الأدوية وسيتم العمل على تجميعها مبدئيا في المدارس الابتدائية في كل مكان تحت حراسة قوات الأمن وقوات الجيش مع تشريك الصلط الإدارية المحلية إجراء آخر يقتفيه هذا الظرف الاستثنائي يتمثل في التسخير لتأمين استمرارية المرافق العمومية في القطاعات الحيوية الظرف يقتضي مثل هذا الإجراء أيضا تم دعوة النيابة العمومية وهو أمر يدخل في صميم عملها أن تسارع بمقاومة الاحتكار لأن هناك كما وشأنه في كل مراحل التاريخي وفي كل الدول من يستغل هذه الظروف للإثراء لا مجال هنا للمس بقوة المواطنين وستدخل النيابة العمومية وستدخل قوات الأمن لوضع حد لكل هذه المظاهر وتحميل كل من يتسبب فيها المسئولية كاملة الوضع في تونس تحت السيطرة لا مجال مرة أخرى لا للخوف ولا للفزع ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم تفصيلها تبقى غير كافية لذلك تمت الدعوة منذ قليل وأكدت على هذا على أن تكون هناك مقاربة عالمية في إطار المنظمات الدولية وخاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتدخل لأن الإجراءات الوطنية ستبقى غير كافية في مواجهته هذا الخطر الذي يتحدد العالم كله لم يعد العالم مثل هذا الوضع وعلى المنظمات الدولية أن تتدخل للتنسيق بين الدول حتى تواجه الدول بوسائل أخرى غير الوسائل الوطنية هذه الآفة أو هذه الجائحة أو هذا الوباء المهم أن تشعروا أنكم في بلدكم لديكم كل الأمكانيات وستوفر لكم الدولة كل الدعم حتى تأمنوا في بيوتكم وخارج بيوتكم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة